بسم الله الرحمن الرحيم العزاء المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أسعد الله مساءكم بكل خير أسرين الممارات من درمان غناة الحرية والجمال أترككم هذا المساء في برنامجكم الساعة خاصة جدا تصدر الراهن السياسي خلال الأيام السابق زيادة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوق إلى منطقة كودا حيث أصبح بذلك حمدوق هو من أوائل السياسيين في الجهاز التنفيذي للدولة الذين زاروا كودا بعد سيطرة قوات الحركة الشعبية الشمال عليها في يونيو 2011 ومن ثم غيادة تمرد مسلح بعد انهيار التفاقية السلام الشامل بعد انفصال الجنوب وسيطرة الحركة الشعبية على كودا جعلتها عاصمة للمناطق المحررة كما يحلو لها دوما وصف مراقبون أن الزيارة تعتبر اختراغا مهما في ظروف سياسية دقيقة تمر بها البلاد ولها ما بعدها ربما ستغير في المشهد السياسي تماما فيما استبعد البعض الآخر ان يكون الحلو قد اراد من خلال الزيارة ان يقفز على الوساطة ويحقق سلاما ثنائيا منفردا مع الحكومة السودانية الانتقالية خاصة ان السقف تفاوضه كان مرتفعا جدا مغارضا برصفائه من حركات الكفاح المسلح للوقوف على هذه التفاصيل الرهن السياسي والتفاقية السلام وما تمر به البلاد خلال هذه الايام من حراكة السياسية يعني في سورني انا استضيف داخل السيديو الاستاذ محمد المعتصم حاكم الغيادة بحزب اتحاد الدمورات الاص مرحب بك استاذ حمد مرحب بك كثير وانا سعيد اكون معاك في هذه الامسية مرحب بك ونحن العزادة ايضا كان ينبغي ايكون معنا الاستاذ حمد مختار الغيادة بالحرية والتغيير داخل السيديو لكن ربما يكون كثير من الظروف حالة دون وصوله الينا عليه غد يكون معنا عبر الهاتف خلال مسير هذه الحلقة ساذ محمد الاجواء السياسية الان في السودان بها كثير جدا من القيوم رغم الاتفاق الموجود الان الحرية والتغيير الحكومة الانتقالية الطفاوط لكن هناك تعقيدات من وجهة نظرك هل هذه التعقيدات مشابهة لتاريخ السودان في الفترة السابقة والتي هي مرحلة يمكن تكون لأول مرة تمر البلاد بهذا الاحتقان وهذا التشارع والله هو بديه جدا حكومة انتقالية وحكومة عندها مرحلة محددة لتحكم وعندها برنامج محدد لتنفيذه في قضايا عامة معروفة لدى كافة الشعب السوداني لا بد أن تمر بمنعطفات وتمر ببعض العوائق المابي السعيدة في أن تستطيع أن تلبي كافة مطلوبات الشعب السوداني على الصعيد الآخر حركات المسلحة كعنصر أساسي في معالجة الأزمات في السودان يمكن خطاب رئيس الوزراء حينما أدى القسم ذكر أنه من أولوياتهم وخف الحرب وإحلال السلام وبالتالي بدأ الملف ده بدأ يتحرك شوية في جوبا بدأ يتحرك في كاودا من يومين بدأ يتحرك بدأ يكون في اختراق بالنسبة للحكومة الانتغالية في ملفات السلام وملفات معالجة الأزمات الطرفية برغم أن هذه الأزمات الطرفية هي ليست جديدة هي قديمة منذ ما قبل الاستقلال وبعد الاستقلال لأن هذه المناطق الطرفية ما نالت حظها في التنمية المتوازنة ولم نرفعوا السلاح في دارفور 2003 كان عندهم قضية عادلة لما انخرج عبدالعيز الحلو معارضا بعد انفصال الجنوب كان عنده قضية عادلة لما انخرج مالك عقار ومجموعته في النيل الأزرق كان عندهم قضية عادلة تتعلق بالتنمية وفي التنمية تتعلق بالتعليم وتتعلق بالعلاج وبدلا أن يذهب سلادي للتفاصيل في مزالة الحقوق والتي جعلت كل حركات الكفاحة المسلحة تحمل السلاح واتخرج لكن إذا تحدث السيد محمد عن القوى السياسية الأخرى وأنتم جزء من القوى السياسية الموجودة ربما كانت مشاركة نزام البائد إلى آخر لحظات الحرية والتغيير نفسها فصلت الميدان السياسي عليها ببقى الاتفاق وجعلت القوى السياسية الأخرى بعيدة بحكم أن هذه كانت لها علاقات المؤتمر الوطني السابق ألا تفتكر أن هذه المسألة إلى حد كبير الرؤية فيها بعد مرور عام الآن تحتاج إلى إعادة صياغة أو محل نظر على الأقل هو طبعا مفهوم خاطئ أن تصنف كافة الكينات والمكونات السياسية أنها عدوة للحرية والتغيير وعدوة للثورة أبدا الثورة ما قامت في أبريل العام الماضي الثورة والمقاومة بدت يوم 30 يونيو 89 يوم الإنقلاب يوم الإنقلاب بدت تكون في معارضة قوية جدا بدليل أنه رئيسي أنا السيد محمد سنوان مرغاني دخل كوبر بعد يومين من الإنقلاب حمد أبراهيم نوجد دخل كوبر السيد الصادق المهدي دخل كوبر يعني بدت تكون في مقاومة حكموا بالإعدام على 28 ضابط دي مقاومة أنا شخص ضعيف كنت معتغل في بيوت الأمن عام كامل ودعزبنا وشوفنا الوين وخرجت يوم 14 عشر سنة تسعين ومنها طلعت من السودان لمقاومة النظام وكونا التجمع على الوطن الديمقراطي الذي اختار له ليسنا السيد عسوان مرغاني داخل سي جنكوبر كوناه بره وكان فيه كافة القوى السياسية كان فيه الشعوعيين والبعثيين وكان فيه الحركات دارفور وكان فيه عبدالعيز هذا من حلو ده غياذي كبير كان في التجمع وجون قرن النادي كلها كانت في التجمع الوطن الديمقراطي دي مغاومة ودي استمرت سبعتعشر سنة ما ممكن الإخوة الأعزاء في غير الحرية والتغيير اشطموا ده بيجرد قلم ما ممكن يقولوا ده ما كان فيه صاح الصورة قاموا بها شباب وانا والله احييهم واترحم على الشهد هؤلاء الشباب النير استطاعوا ان يصنعوا ما لم نستطع ان نصنعه نحن في سنوات عديدة لكن هي تراقمات بتاع النضال اسمر وجاب نتيجة ايجابية حينما تحرك الشباب في الدمازين وفي عضبر وفي الخرطوم وفي المدني وفي كل مكان استطاعوا ان يصنعوا السورة فريدة وسورة مميزة واستطاعوا ان يستعيدوا للشعب السوداني كرامته وديمقراطية وحريته ده بغضني لانه العوة السياسية العاجات شاركت المؤتمر الوطني في ذلك الوقت شاركت باتفاقات يعني على سبيل المثال الدكتورة تيجان السيسي وابو قردا وقعوا اتفاق في الدوحة شهده كل العالم كل وزراء خارجية العالم كانوا موجودين في هذا الاتفاق بما فيهم وزير خارجية الأمريكية هذا الاتفاق جاب نتائج ايجابية في الآخر بدأ يكون في تعمير في دارفور يتبنت قرى نموزجية بدأ يكون في أمن في دارفور يستغرار في دارفور ما كان يمكن الحظوظ اللي قوانا دارفور باتفاق الدوحة ما وجدوها ناز عبدالعيز الحلو مالك عقار في المياه الأزرق وجنوب كردفان باتوغا سلام السامل لأنه اندخلوا هما في اتفاق بتاع القاهرة كجزء هما من التجمع الوطن الديمقراطي وعادوا إلى السودان كلهم وشاركوا مالك كان والي عبدالعيز كان نائب والي نادي كلها شاركت بفهم أنه فعلا هيقوم في تغيير وتحول الديمقراطي حقيقي وأنه نحن ما نشير لدولة مدنية ديمقراطية بعيدا عن العسل هذه المحطات السيد محمد تصليم مصبحت من التاريخ يعني هم يتحدثون الآن عن واغي أمامهم منذ انطلاقة السورة مؤخرا وحتى هذه اللحظة لكن ما أعنيه أنا لم يكن مساحة عام كامل هي كافية الآن للمراجعة في أنك على الأقل تتصل بهذه القوى السياسية يكون بينك وبينها على التفاهم في مسألة السودان هو كلامك سليم يا أستاذ العزيز وأنا أتخيل أنه ما فات الأوان أتخيل إلى الآن قوى الحرية والتغيير والذين يحكمون الآن لا بد من مراجعة القوى السياسية الأخرى والتفاكر والتفاهم معاودة ذكروا السيد محاوث مرغني في بيان قبل عشر يوم أو خمستعشر يوم قال فيه أنه لا بد من كل السودانيين عشان يخرجوا من هذا النفق المظلم لا بد أن يجلسوا ويتفاكروا ويتحاوروا إلا الذي أجرم من انتكب جريمة من آكل مع الدولة من 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 أفسد أفسد هؤلاء يجب أن يحاكموا لكن إذا كان هناك فيه كفاءات وناس عندهم قدرات يستطيعوا أن يعاونوا أن السوداني يخرج من هذا المطب لأنه الخطر لم يأتي بعد هناك خطر كبير جدا ومخطط كبير جدا لتقسيم السودان إلى خمسة دول ويمكن عبدالعيز آدم الحلو يسمع كلامي ده إذا كان شاهد الحلقة دي هو يعلم ذلك يعلم أنه المخطط ده موجود ونحن تكلمنا فيه وفي وجود عبدالعيز آدم الحلو لأنه ده يتكتب في مذكرات سفير فرنسي سابق في السودان في كتابه قال ونما انطلع من السودان قال لما يا علمي أنه إسرائيل وبعض الدول الغربية تعمل على تكسيم السودان لخمسة دول ليه؟ لأنه السودان دولة واعدة عنده مستقبل مشرق عنده ثروات مهولة ممكن يكون دولة قوية جدا يهدد الأمن والاستقرار بتاع إسرائيل بعد خمسين سنة لما يدعم دول المواجهة أو يقدم دعم لدول المواجهة لإسرائيل فنحن ما دائرين نحن فيهمنا ذا الحمد لله فيهمنا أنه في مخطط زيدا هذا المخطط يتطلب من قوة الحرية والتغيير إنها تتعاون وتخد يدها مع الجميع لأنه لم تكن هي مغطنعة بهذا المخطط لا بد تكون مغطنعة بهذا المخطط هم يكون غراءتها الآن في الساحة السياسية لا تؤشر على أن هناك المخطط بتقسيم السودان بهذه العدد أنا أفتكر لو حتى هذه المعلومة لم يتملكوا بعض يتقصوا عنها وحتى لو ما تقصوا عنها وتركوا الأمر لما هو عليه الدولة ذاتة عشان تنهض وعشان تمشي للأمام لا بد أن نتعاون نحن كسودانيين ما في فيتو على سوداني في فيتو على حرامي في فيتو على من أجرم ومن أفسد ده لا بد أنه يعزل ويحاكم ويعاقب لكن الآخرين زنبهم شنو من قوة سياسية واخرى ما أنا أفتكر هو الحرية والتغيير الآن محتاجين أن يتضامنوا مع الآخرين محتاجين أن يضعوا يدهم مع الآخرين نتعاون لكي نعبر نحن ما نكرنا إنه الصورة قاموا بها الشباب لكن تصدوا لا في قيادة هو الحرية والتغيير لا أنا أقول ذلك أبدا ونغدر ده ما تفضلتم به من طرحه طرحه متقدم جدا ممكن إلى حد كبير هو يصبح بمسابة الطريقة الثالث ما بين الاحتقان في معسكرين إلى مسايرة القوى السياسية والشعب السوداني كلها حتى تكتمل هذه الفترة الانتغالية إذن السؤال موجه لكم أنتو كحزي بالاتحاد دموراتي ماذا فعلتم الآن من بلورة لرؤى أو لأفكار في هذا الاتجاه حتى تكون هناك رؤية واضحة لطريق ثالث يجمع بين القيوة السياسية المعارضة الموجودة الآن وبين الغيوة الموجودة في الحرية والتغيير ومكون العسكري الموجود أو المكون الحركات الكفاحة المسلح حتى تتحقق هذه الوحدة بحكم أن هناك مخاطر الآن تحقق بهذه البلد حتى تماسك كلامك سليمة سيد أحمد أسوال مرغان أو قيادة الحزب للتحد مراطي ظلت منذ وقت مبكر جدا تعمل من أجل السلام ومن أجل استقرار السودان وإمكن لو كان السيد الصادق المهدي كان رئيس وزارة وجبها القومية الإسلامية كانت حزيب التالت لو كانوا هم اتفقوا على ما أتى به السيد محمد أسوال مرغاني من أديس أبابا اتفاقية المرغاني قرن لما كان السودان يحتاج لأنه يكون فيه انقلاب للإنقاذ ولا كان أي حاجة حصلت كان بيكون في ديمقراطية حقيقية لكن للأسف الشديد هم معارضتهم لاتفاقية المرغني قرن هي الأضاعة السودان هي الأدت إلى الانقلاب يعني الانقلاب كان مستهدف اتفاقية المرغني قرن نمر واحد يعني جبهة الغومية الإسلامية كانت تارجيت بتاعه هدفه أنه كيف تستولع على السلطة حتى لا يتم اتفاق بالمرغني قرن لكن الجبهة الإسلامية أستاذ محمد كانت تتحدث أيضا عن أنها مورست عليها بعض الضغوطات واللوبيهات من الداخل وتركها ضدها مزاكرة في الجيش الشهيرة وهذا ما جعلها فينا تفكر في انقلاب ما في ضغوطات وهي كانت الحزبة الثالث ولو كان ما كانت في دوائر الخريجين كانت تبقى الحزبة العاشر لأنه دوائر الخريجين لعبوها لعبها زكية جدا استطاعوا أن يجيبوا يا أخي دائرة بفوص فيها 25 نفر في دائرة بفوص فيها 30 نفر ما هذه دوائر الخريجين اللي جابوا من السعودية ومن الأمارات ومن الخارج اللي هذه زادت الكون بتاعه وخلت نوابه في البرنامان يكون التنظيم الثالث داخل أنا دارا أكره أنه حتى بعدها لما خرجنا التجمع الوطن الديمقراطي التجمع الوطن الديمقراطي كان فيه دكتور جون جرم واتفق مع الآخرين على سلام مستدام واتفق مع كل القوى السياسية التي كانت موجودة في الخارج على معالجة الأذمة السودانية كلها بالتفاوض وبالحوار ويمكن أنا التغذي دكتور جون في الغاهرة بعد اتفاقني فاشا قلت له ليه وقعت مع النادل ما نحن أقول أن النادل نعمل على إزغاطهم قال نحن فشلنا نغضي عليه وهم فشلوا إنه الحرب في الجنوب وبالتالي كان لابد أن نلتقي في نقطة في النص ونتفاوض وحسن التفاوض أنا دارا أكيد لكنه الحزة للتحر المقراطي من شهر تقريبا وقع مذكرة التفاهم مع مجموعة عبدالعيز هذا ما الحلو والحزبة للتحر المقراطي أبوابه مفتوحة لمالك عقار ولكل القوة اللي بتحمل السلاح ما عدا في وجهة نظرية الغوة التي تكونت في الخرطوم في قوة التي تحمل السلاح التي تكونت في الخرطوم أنا أفتكر أنه حكاية أنه أنت يا قوة الحرية والتغيير أو يا حكومة الحرية والتغيير تبتدو حوار مع هذه الغوة العسكرية فرادة أنا أفتكر دي مثلا خطر جدا وتعدد المنابر ما بزيد المسألة إلا احتقان وما بزيد المشكلة إلا أنها تتوسع وفي وجهة نظرنا نحن كإتحادين وحدوا المنبر التفاوض المنبر التفاوض يكون واحد اجمع كافة الذين يحملون السلاح وكافة الذين يحملون السلاح في وجهة نظري أنا الشخصية هم الحركة الشعبية غطاء الشمال بغيادة مالك عقار جبال النوبا عبدالعيز آدم الحلو وحركات دارفور مني وجبريل وعبدالواحد دي قوى موجودة وقديمة ومارسة حروب ضد المركز وحية وين الشريك وين الوسط وين الشريك أنا مباسف أنا لا أعتبر الشمال ولا أعتبر الوسط أعتبر الشريك مهم يعني الأسود الحرة كانت جزء من أجبهة البية كانت جزء من التجمع على الوطن الزمورات وناس شعروا السلاح ودخلوا في اتفاقات أنا أفتكر من الضرورة إنك توحد المنبر بإشراف دولي يعني الوامن المتحدة تشوف شغلاء الوامن المتحدة تجي تشريف الجبال الآن أستاذ محمد تمثل هي المنبر لازم يمكن أن نطلب منه المفاوضات ومنالك أيضا الآن حديث عن مسارات لكن هذه المسارات لها تفسير وضوء إنها تصبح هي مجمعة في الاتفاق النهائي اللي ممكن يوقع ما بين حركة الكفاح المسلحة الموجودة والحكومة الانتقالية إذا كان أنت تستطيع أن تجمع هذه كل الذين يحملون السلاح الفاعلين في مؤتمر كبير محضور دوليا وقدرت تجمعهم أسألتهم سؤال إن نحضر ورقة مجتمعين ماذا تريدون أنا أفتكر متطلبات كلها متفقة على معالجة جزور الأزمة في المناطق الأزمة ما جديدة الأزمة عدم توازن في التنمية عدم اهتمام بالهامش عدم اهتمام بالأطراف حتى أطراف الخرطوم متضررة من المركز فهذا المركز يعني أخطبوط كل المصانع كل الشركات كل الزراعة كل المؤسسات هي في المركز أو في المدن الكبيرة دجعل حتى ناس الأطراف يهاجروا أطبحت كان عنده حتى زراعة بسيطة تركها لأنه ما قادر ما لاقي مقومات لهذه الزراعة الخرطوم الآن سكان تقريبا تلت أو أكتر من سكان السودان ليه ده كل بسبب الأخطاء الوقع نفيها في أنه ما كانت هناك التنمية متوازنة تعالي تهدي العزمات أنا دار أقول لك تاني ليسؤالك أخوانا في قوة الحرية والتغيير معظم كانوا جزء المعارضة للإنقاذ في السنوات المضى معظم كانوا معنا في التجمع الوطني الديمقراطي معظم كانوا دخلوا في اتفاقات وفي الشراكات مع المؤتمر الوطني إذا كان عبر التجمع الوطني الديمقراطي أو إذا كان عبر المنابر الأخرى إذا كانت في دارفور أو إذا كانت عبد العيز هذا مرحلو من مجموعته أو إذا كانت شريك أنا دار أقول أنه القضية السودانية لا تجزأ هي قضية وطن قضية بلد نحن لا ننكر صد والحرية والتغيير أنهم تصدوا وقادوا هذا الشارع لا شك في ذلك ومحمدة بالنسبة له ولا نشك أبدا في الزيارة القنبية حمدوك لكاودا ونصف بأن اختراق في مسارات الوقف الحرب وإحلال السلام سنة لزيارة تأثيراتها تحديدا في كاودا زيارة الرئيس أو رئيس مجلس الولد عبدالله حمدوك لكن من خلال النغاط التي ذكرت كان ما استجعر أنك ضد المسألة بتاعته التفاوض على ما هو المسارات المختلفة سواء كان دارفور أو النيل الأزرق وجنوب كردوفان أو الوسط أو الشريك لماذا تتحفظ على هذه المسألة أنا ما ضده من حيث المبدأ لكن أنا أفتكر أنه حقه نقعد نتكلم في الخيارات أنا اطرحته هذا واحد من الخيارات وهو مؤتمر قومي اللي وقف الحرب وإحلال السلام تشرف على المؤلمون المتحدة تكون موجودة فيه جامعة الدول العربية يكون موجود فيه الاتحاد الأفريقي ويكون فيه قيادات كل هذه الحركات هل تقدمتم بذلك المطرح للغوة سياسية أو للريو طبيعي ما قدمنا ما قدمنا الكلام ده هي مجرد أفكار أفكار جات حسة عن طريقك يعني بأمانة أنا بتكلم معاك جات الأفكار دي وليست هي رؤية الحزب للتحدي المراطي عنده التحدي المراطي عنده مؤسسات وعنده رئيسه وممكن أن نتشاور وممكن يكون هذا الرأي وممكن يكون الرأي بتاع المسارات هذا الرأي الحزب للتحدي المراطي لكن أنا بتكلم عن فكرة جاتني نبعد وأنا بتحاور معها إنه هذه المجموعات إذا كان وضعت ورقة تفاوضية وحدة أنا أفتكرا المشاكل متشابهة وبالتالي ما بيصعب معالجتها إذا كانت هي متشابهة عشان ما تبقى المزالة إذا بقت فرادة بتبقى توزيع بتاع كيكا نعم وأنا أفتكرا الكيكا ما فضل فيها حاجة عشان تتوزع للآخرين يعني يعني لما انتقود مع عبدالعيز براو عبدالعيز أنا زي ما ذكرت لك رجل وطني ورجل مخلص ورجل يعني في غاية الروعة يعني مخلص شديد ليه بلده وتجي تقود مع مالك براو وتجي تقود مع مني براو وتقود مع جبريل براو وتمشي لعبدالواحد برا إنت بتمشي في نفس المسار أكارشان غالبه والموتار وطني وده خطأ انت ليه يا أغوى الحرية والتغيير ما تستعين بالآخرين عشان ينفذوا لك برنامجك يعني الآخرين دي انت لو استعين تبعون ما حيجو ببرنامجونهم انت عندك ورقة والله جيب فلسطين مع محمد المعتصم مع اكس مع زي مع ناس من ناسهم يعني جماعة دي ورقتنا أمشوا تفاوض انتوا مع الناد دي والحد الأدنى كده والحد السقف الأعلى كده الناد يمشوا بحكم علاقات قديمة موجودة بين الحركات وبين آخرين ما تجسر كثير من المشكلات بيقدروا يختر ويقدروا يكسروا الحاجز النفسي اللي كان موجود أيام المؤتمر الوطني المؤتمر الوطني كان بيحاور كم سنة ما وصل ليه حاجة هو أثناء بيحاور بيحصل ضريب في كادوغلي بالصواريخ وبالبتاء هو أثناء بيحاور بيحصل دخول لمناطق متاخمة للشمال يبقى حقون إحنا نستفيد من ده ونجمع كافة هذه المجموعات وما نفعل ما فعله المؤتمر الوطني في اختزال المشكلة فيه باعتبار أنه المؤتمر الوطني كان بيفتكر أنه مشكلة دارفور هي مشكلته وليست مشكلة مشكلة السودان ويفتكر مشكلة الجبال أنه مشكلته لكن نحن رؤيتنا مشكلة تنينيلا الأذرك هي مشكلة السودان في نينيلا الأذرك وليست مشكلة أنه الأذر وليست مشكلة ومشكلة دارفور هي مشكلة السودان كله في دارفور عشان كده يجب معارجة هذه الأذمة إذن أستاذ محمد معتصم أنتم في الاتحاد الديمقراطي الأصل أن تطرحون زي ما ذكرت هذه الرؤى الشاهد في الأمر أن السودان الآن يمر بمرحلة هي مرحلة حساسة جدا مرحلة مفصلية ما بين الانتغال من حكم شمولي سابق إلى دولة يراد لها أن تصبح دولة مؤسسات كما هي أتت الشعارات التي تحدثها في بداية السورة حرية سلام وعدالة أنا ركزت على أنكم كحزب التحاد الديمقراطي موجودة هناك سؤال عادة معظم الذين كانت لهم مواقف مع النظام السابق إلى الخرطوم وأصبحوا جزء من التفاعل السياسي والحركة السياسية هناك سؤال كبير جدا أي السيد محمد عثمان المرغني حتى هذه اللحظة هو تأتي أفكار عبر الرسل الذين يأتوا أو عبر كمنتم في الحزب تتحدثون عنه سيد عثمان المرغني طرح رؤية والتقى بي عبدالعز الحلو ووقع مذكر التفاهم متى سيصل السيد محمد عثمان المرغني إلى العاصل السنيني خرطوم يكون جزء من هذا الحراك والله هذا سؤال كويس السيد محمد عثمان المرغني متوقع في الأسابيع أو شهر شهرين لقدام متوقع أنه يجي الخرطوم دي مؤكدة يكون هذا التصريح حصريا علينا حصريا عليكم هو متوقع هو متوقع هو لم يكن بعيدا عن السودان فيهم أصلا حتى لمن كان في بريطانيا كان على تواصل يومي وحس هو في القاهرة على تواصل يومي مع قيادات الحزب وحتى أفكاره ورؤاه قاعد تصل الحزب وابتصل الكافة في كل مناسبة المناسبة وبالتالي يعني السيد عثمان المرغني من الأسابيع كان موجودة السيد جحفر المرغني قاله هو نائب رئيس الحزب للتحاد الديمقراطي والسيد جحفر يلتغينا به وجلسنا معه عدة جلسات والحزب بصدد السلان عدد تكوينات جديدة في هيئة قيادة جديدة في دوائر سياسية وتنظيمية ومالية حتى تتكون في الأيام الجاعة وذي كلها بمباركة وبرؤية وفكرة السيد محمد بصدد من غير رئيس الحزب إذن أستاذ محمد معتصف حاكم الآن الحوار متوقف والتفاوض ما بين المجموعات سمكان الحكومة الانتغالية ومجموعات الكفاح المسلح المتمثلة في الجفة السورية لكن شهيتنا زيار أو سافر رئيس أو عضو المجلس الغياد دكتور الأستاذ أو الفريق شمس الدين كباشي إلى جوبا نعم التحق بوفد موجود هناك نعم الآن نتابع قبل غليل أيضا عضو المجلس الزياد حمد حسن التعايشي أدل بتصريح أنه ستبدأ المفاوضات خلال يوم الاثنين القادم في مزارة المسارات التي لا زالت هناك بعض المسارات في تواصل فيها كيف تغيم الآن مسار التفاوض في ظل هذه الظروف الموجودة الآن والفترة الزمنية المحددة كانت للسلام ربما تكون حسب الوثيغات دسورينا خلال الستة شهور الأولى شوف طبعا بديهي يعني حسب رؤيتهم وممكن يكونوا شايفين من زاوية أنا ما شايفها وهم ماشئين في الموضوع بتاع المسارات أتمنى يكونوا بيشوفوا من زاوية فيري وعيد وازعى ويقدروا يعالجوا هذه القضايا الشائكة عبر المسارات المختلفة إذا كان مسار الشرك أو مسار الوسط أو مسار جبال النوبة أو النيلة الأزرق أو غيره لكن في وجهة نظري أنا زي ما ذكرت لك أنه أنا ما بقلل من هذه المسارات هي ذاتها اختراق وهي ذاتها نوع من التفاوض ونوع من كسر الحاجز النفسي على الأقل في المرحلة دي أنه يقوم ما في ما في حواجز نفسية ما بين حكومة انتغالية مدنية ديمقراطية وبين مجلس عسكري إنحاز إلى الشعب السوداني ضد الإنقاذ أنا أفتكر دزات وبيخلق نوع من القبول عند الحركات في هذه المسارات لكن في نهاية طلاب إذا كان هذا لا بد من هذه المسارات كما ذكرت سيادتك أنه في الآخر لا بد من منطمر قومي للسلام تشارك فيه كافة القوة السياة نحن طرف بعض التواصل إلى اتفاق السلام بين الحركات الكفاء المسلح أيضا لا بد من مؤتمر آخر للسلام مؤتمر يجمع جامع نحن كاتحادين جزء من معالجة السلام لكن ما حمل السلام ما بالضرورة نكون حملين السلام حملين أفكار هذه الأفكار ربما تساعد في إنزال السلام إلى أرض الواقع وفق المتفق عليهما بين المقوينين ممكن لأنه تجاربنا نحن في السلام ما في حزب في السودان عنده تجارب في السلام قدر نتح ابن ديمقراطي اتفاقية المرغة لقرن والتجمع الوطني الديمقراطي وعودة قرن وبكى في مطار لما استغبالوا الناس في الساحة ميدان الريانا هو بكى لأنه شاف كيفية الاستقبال فنحن نحن جزء أصيل حتى لو بقينا ماجز فيزيكالي ما حضرنا برقبتنا لكن أفكارنا لابد أنه الناس يستمعوا لها في أنه لابد من مؤتمر قومي وتوحيد ورقة التفاوض لهذه الحركات لأنه الإشكالات متشابهة ما فيه إشكال إشكالية بتختلف من الثاني وهي معالجة جزور الأزمة زي ما ذكرت لك أنا في الأول إنه لو ما انتعلت جزور الأزمة واتفقت أنه هذا السودان يقوم أساسا دستوره على المواطنة المواطنة هي الأساس للدستور القادم دون تفرغة دينية أو عرقية أو ثقافية بين مكونات الشعب السوداني بيجمعنا نحن كلنا الوطن وتجمعنا المواطنة لنا واجبات وعلينا لنا حقوق وعلينا واجبات كلنا كالسودانيين فبالتالي أنا أتوقع أنه بنصل بنصل لمعالجة في النهاية حتى المسارات دي أنا أفتكر هي اختراق وهي كسر حاجز الصمت وهي يمكن يطلع أنه الأطراف أنه هم جزء من الكل أو أضمنت غضاياهم على اللقاء الموضوعات وغضاياهم تكون مطروحة وبعدين تجمع في ورقة واحدة ما أنا قلت لك الغضايا متشابهة أنت هست لو طلقت من كل مجموعة في دارفور في النية الأزرق في جنوب كردوفان في الشرك يجعبوا لك إشكالاتهم بتجد الإشكالات متشابهة يبقى لين إحنا ما نقعد نعالجها بشكل متكامل مع بعض لين نعالج كل واحدة براه يعني ما شايف في يعني تبصد محمد تصم زي ما ذكرت في المقدمة الزيارة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء لكاودة هي ربما يكون وصفها لكثير من المراغبين أنها مجرد أو علاقة اختراق لعملية السلام وطريقة واضحة جدا عدد من المواقع التواصل التناولتها بأنها حدث مهم جدا شكك فيها بعض الآخرين يعني نسميه رأي آخر بحكم أنها زيارة لم تكن على قدر شبهوها باللغة الذي تم بين عبدالواحد وحمدوك في فرنسا بحكم أنها مسألة تكون علاقات عامة أكتر أنا دار أشوف إلى أي مدى يمكن أن تكون هذه الزيارة قد حققت اختراق حقيقي في دفع عملية السلام بالذات حمدوك وصف بأنها زيارة التاريخية والمهمة وهي ربما يكون معولة عليها في مسألة المضيء غدما في البحث عن السلام وحقيقة كما قال زيارة مهمة والزيارة لم تحدث من قبل نعم يعني كافة الحكومات المؤتمر وطنح حكومات المتبدلة والمتغيرة ما فكرت الحكومة في أي وقت لوقات أنها تمشي كاودها كاودة تعتبر منطقة محررة من الحكم في المركز وبيحكمها ناس الحركة الشعبية في المنطقة وبالتالي أنا أفتكر أنه زيارة حمدوك لكاودة هو اختراق كبير جدا وكسر حاجز نفسي كبير جدا بين الذين يحملون السلاح في جنوب كوردوفان وبين الحكومة الانتغالية وأنا أفتكر لهما بعده أنا أفتكر هذا الاختراق لهما بعده وياريت دا يتكرر في النيلة لازرك برضو في مناطق يستولى على مالك عجار ومجموعته برضو تكون في زيارة زي دي النيلة لازرك وياريت برضو دا يتكرر للشرك يعني أخواننا في الشرك عندهم مظالم ما في شك يعني دا بيكسر الحاجز النفسي وبساعد في تقريب وجهة النظر ولأنه المسألة الاجتماعية دي اللي بتربطك بين سوداني زيك أخوك من بلدك همكم واحد في وطن واحد أنا أفتكر دي بتقريب وجهة النظر أنا أفتكر زيارة حمدو كانت ناجحة في وجهة نظرين باعتبار أنها اخترقت حاجز الصمت في كودة وجعلت أنه يقوم في زول من المركز من الحكومة لأول مرة في كودة وخلقت نوع من العلاقة الودودة بين السودانين بعضهم والبعض دا بساعد وبسهل مهمة التفاوض مع الحركات الكاركولية لكن مسألة احتفاظ الحركة الشعبية بمنطقة وتسمى هي مناطق محررة وهي عاصمة لهذه المناطق المحررة ألا يشجع ذلك بقية حركات أخرى ربما يكون تتخذ بعض المناطق وتجعل منها أيضا مناطق محررة وعاصمة في إشارة مثلا لعبدالواحد في جبل مرة مثلا أو ربما يكون كررها مالك عبدالله المسميات والمسميات والقظ منها أنك تصر قوتك للمجتمع الدولي وتصر قوتك للشعب السوداني وتفرط رؤيتك لمعالجة أزمة هذه المناطق نحن لما كنا في التجمع الوطني الدموراطي في شرق السودان قريب كسلة كان عندنا مناطق كنا نسمينا الأراضي المحررة أنا قعدت فيها كثير هذه نسمينا الأراضي المحررة اللي هي بيقى ما فيها جيش بتاع حكومة مبوما يكون الكلام ده مقبول أستاذ محمد في الظل وجود مثلا حكومة هذه النظام البائد مثلا وحرب الدائرة بيناته لكن الآن لا موانع السودان أصبح للجميع والمغرية والعدالة ما الذي يمنع مثلا أن تكون كودة البيان يمنع نحن ما تفهمنا لسه ما عالجنا الأزمة الآن كل الكلام اللي بتقال تصريحات وأمنيات لكن ما في جلوس حقيقي لمعالجة الأزمة هذه المناطق تظل أراضي محررة إلى أن يتم الاتفاق على معالجة الأزمة في جنوب كردوفان إلى أن تعالج الأزمة ويكون في توازن في التنمية ويكون في معالجات للقضايا بتاعت التعليم والصحة والقضايا دي كلها والترتيبات الأمنية النازدين يا أخي العزيز عندهم جيوش عبدالعيز هذا ما حلو عنده جيش في جبال النوبة هذا الجيش أنت حتى تودين ما لابد أنه هذا الجيش حسب روياتنا اللي كانت في القضايا المنطيرية الجيوش دي القوي منها والشاب والشباب منها يستوعبوا يستوعبوا في الدولة الواتن هسلح الناس كبار السن والماء قادرين استحتسلوا الموظائف في الدولة في المؤسسات بتاعت الدولة عشان يأكل عيش ويعيشوا كمورة يعاد يبماجون في المجتمع وفي المؤسسات دي اسمه الترتيبات الأمنية اللي هي دي دي مرحلة لاحقة هي جزء من الاتفاق لكن في الأول أنت عمل لي المعالجات اللي بتخلي الناس اللي تدار تعمل لهم ترتيبات أمنية دين يخدوا السلاح ويسلموك له ويبقوا بدون سلاح يبقوا مواطنين عاديين بعدين أنت بتخش في الترتيبات الأمنية الزيارة برضو ربما يكون أخذت بعض البعد الإعلامي يعني الآن بها برضو يكون لحد كبير هو يكون عامل لدخول المجتمع الدولي في دفع عملية السلام نعم ما في شر الاهتمام الدولي والترويكة اللي كانت موجودة في كاودا مع رئيس الوزراء أنا أفتكر دي خطوة إيجابية كبيرة جدا ودي ودي واحدة من أهداف الترويكة واحدة من أهداف بريطانيا ودول الترويكة في أنه لابد يتحقق سلام في السولان وبيفتكروا ده اختراق كبير جدا حسب فهمهم هم يعني نحن ما شايفينه اختراق كبير شايفينه اختراق لكن هم شايفينه اختراق كبير جدا لأنه هم بيعانوا من المساعدات اللي بيقدموها للمناطق تحت الاحتلال الحركات يعني بيعانوا شديد يعني ميزانيات ضخمة بتصرف غاسة بتقدم لهذه المعسكرات إغامة معسكرات وجود أممي في دارفور وجود أممي في جبال النوبة دي كلها تكلفة عالية جدا وفي نفس الوقت هم كناس بتاعين هيوما الرئيس بتاعين حقوق إنسان عايزين سلام ما عايزين يكون في حرب عايزين الأطفال ما يشردوا النساء يكون عندهم وضع مميز عايزين المدارس عايزين وده كلهم حيساعدوا فيه بعدين يعني الليلة ناس تجاني السيسي وابو قردنا معاملوا اتفاق الدوحة العالم كله كان موجود والعالم كله تبرح دفعوا ملايين الطولارات ليه دارفور وهي شاهدة الآن هذه الملايين موجودة الآن في شكل مدارس في شكل معسكرات في شكل قورة نموزيجية ده للأسف ما لقوه ناس عبدالعيز الحلو وما لقوه ناس ما لقى عقار في الليلة لذلك وبالتالي أنا أفتكر أنه توحيد المنبر التفاوضي ده بيخلينا نشوف دارفور محتاجة شنو ممكن تكون محتاجة أقل من جبال النوم لكن لما تأخذ كل منبر على حدة المنبر بيجيك بيسقب عالي سقب عالي جدا لمنطقته وفعلا هو منطقته محتاجة لكن لما أنا أجي وشوف الحوجة لكافة المناطق فيها معارضة مسلحة بشوف ممكن أقدم الحد الأدنى لمنه وممكن أقدم لجبال النوبة شنو وليدارفور شنو ممكن أقدم لجبال النوبة أكتر يعني ممكن يكون في تمييز إيجابي يكون في تمييز بين الإيجابي وبيكون بقبول الآخرين نعم ما بيكون بيض الدور يعني بيكون بقبول الآخرين إذن نحن نقرأ في الظلال هذه الزيارة وممكن أن تحققه من مكاسبك نأمل أن الأخوة الأخ المخرج يكون تتواصل مع الأستاذ أحمد مختار الغيارة بالحرية والتغيير عبر الهاتف حتى يضيف لنا الكثير لأنه هو وجود مهم لأنه هو أيضا من مواطني جنوب كردفان وهناك كثير من الحديث عن رؤية جنوب كردفان للاتفاق والعلاقات التاريخية بين القوة السياسية الموجودة في مزعج جنوب كردفان أستاذ حمام أتصم ملاحظة أنه برضو حمدوك مباشرة قدمت دعوة لعبدالعزيز حلو لزيارة في الخرطوم أشاهد أنه دعوة ما لعبدالعزيز لعبدالعزيز حلو في أنه يجي الخرطوم أشاهد أنه منذ قيام السورة حتى هذه اللحظة لم يصل يعني غائد لفصيل معروف غير المسأل ياسر عرمان وعدد من القادة لكن ما رأينا من يركم الناوي ولا حتى جبريل ولا مالك ولا حتى الحلو أولا أنا أريد أن أستفسر ما الذي يمنع وصولهم هل هناك بعض الإجراءات تؤخر ثم ثانيا هل يمكن أن نستجيب الحلو الآن لهذه الدعوة وبرضو نشوف الحلو قريب في الخرطوم وهو في هذه العاصمة ويتبادل للزيارات حتى يمكن كلها في النهاية تكون طريق معبد للحوار حينما يبدأ في شهر فبراير أو فبراير الغادم والله أنا أتوقع أنه الأخ العزيز عبد العيز الحلو يستجيب لهذه الدعوة وأنا متأكد أنه عبد العيز بيفصل بين اتنين بيفصل بين دعوة شخصية له كعبد العيز هذا ما الحلو القائد بتاع القوات في جبال النوبة الزيارة للخرطوم والالتقاء بالآخرين المجلس السيادي مجلس الوزراء ويلاقي حتى أهله يعني بتبقى زيارة ودية لكن في نهاية الأمر تظل المشكلة قائمة زيارة عبد العزيز لا تعني معالجة الآزمة وزيارة حمدوك لكودة لا تعني معالجة الآزمة بدليل أنه التصريحات بتاعت حمدوك كلها كانت مستقبلا حيكون في خطوات إيجابية لمعالجة الآزمة أنا أفتكر أنه يعني حتى لو ما جاء أن إحنا نعذره ما نقول أنه والله ما لدى الزيارة هو وضع مختلف هو زول عنده غوات على الأرض وزول معارض ويمكن كمان لو جاءتوا أي أطفائس أو نصيحة من المجتمع الدولي بقولوا لا تمشي لأن المجتمع الدولي بفهم أنه ممكن يمشي ما يرجع ده فهم المجتمع لكن نحن كسودانيين ما فهمين كلا نفتكر أنه ممكن يجي وممكن يعود سالم لمنطقته ويستمر في مزالة السلام لكن يظل جيشه في المناطق المحررة إلى أن يتحقق السلام في المناطق المحررة إلى أن يتحقق السلام ما بيقدر يتنازل عن شبر من هذه الأرض إلى أن يتحقق السلام الشامل لكفض المناطق إذن أنا سأزنك واستقبل تلفون لأستاذ أحمد مختار الغيادة بالحرية والتغيير عبر الهاتف مرحب بيك أستاذ أحمد مرحب بيك أستاذ أحمد مرحب بيك أستاذ أحمد مرحب بيك أستاذ أحمد ونحن بنغش مع أستاذ محمد معطصم حاكم الغيادة بالحزب الاتحادة الدموراتي الراهن السياسي واللي يمكن إلى حد كبير اتضغط عليه خلال أيام المضل زيارة رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك إلى التعودة هذه الزيارة وصفت أنت بيانت حولها الآراء والأفكار لكنها وصفت أنها زيارة مهمة وربما يكون هي اختراق قوي ومباشر لعملية السلام نريد أن عبرك أن نغرأ كيف استقبل مواطن جنوب كردوفان وأنت جزء أصيل من هذه الولاية مبدأا كيف استقبل إنسان جنوب كردوفان الزيارة لهذه المنطقة التي ظلت لحوالي تزاع سنواتها منطقة مغلغة وعاصمة الأراضي بمحررة كما يذكرون الآخر المخرج في المشكلة يبدو في الصوت رجاء مرحبا أستاذ أحمد نعم كنت تسمعني فتفضل فضل فضل إذن هناك مشكلة في الصوت رئيسا ما تم تنجلي هذه المشكلة أستاذ محمد كنا نتحدث عن هذه الزيارة التفاوض نفسه الآن في جبهة ما بين حركات الكفاح المسلح جبهة الثورية وممينبر عبدالعزيز من جانب والمنابر الأخرى هناك غضايا محددة ينبغى أن تنظر فيها هذه الجولة حتى يتم الاتفاق على سلام لكن الشاهد في الأمر أنه هناك بروز لبعض المطالب مثلا تمسك عبدالعزي الحلو بعلمانية الدولة مقابل أن إما يستمر للتفاوض أو ينفصل تنفصل جنوب كردفان كما ينفصل الجنوب من قبله لا نرد أن نقوص في هذه المسائل يعني كثيرا لكن نريد أن نرى مؤشرات لماذا هل هذا سخف للتفاوض أم لا هي مزألة طبيعية يمكن أن تكون طالب بها أي قائد لحركة مسلحة وبالتالي في إطار العملية الكلية للتفاوض ينظر عن مزألة علمانية الدولة من خلافة والله أولا أنا أشكر الإخوة العزاء في دولة جنوب السودان على اهتمامهم بملف السلام في السودان ودمعه غريب على سلفا كيرميار ديت ولا غريب على قيادات الحكومة في جنوب السودان وهم مهمومين بما يجري في السودان كهمهم بما يجري عندهم في جنوب السودان وأنا أفتكر أنه ما في أفضل من جنوب السودان كدولة ضامنة ودولة داعمة ودولة مؤيدة للسلام باعتبارات كثيرة يعني حتى الحركات المسلحة دي لا علاقة قوية جدا بجنوب السودان وحركات وحدوية كانت يعني بتعمل من أجل السودان الواحد يعني وسلفا كيرميار ديت كان هو رئيس الحركة الشعبية وكان مالك عقار قيادة فيها وعبد العايز قيادة فيها يعني برضو العلاقة قديمة لهم علاقة تواصل علاقة تنظيمية قديمة أنا بفتكر أنه يعني المجموعة الآن ويمكن الفريق كباشي مشى مؤخرا مع مجموعة للتفاوض حول مسارات مختلفة في جنوب السودان أنا أتمنى لهم التوفيق بأمانة يعني أتمنى أنه يقدروا يحققوا حاجة وغالبا أنه هم شايفين من زاوية بقدروا يستطيعوا أنه يستشفوا الإشكاليات الحقيقية في المسار المعين وممكن زي ما أنت ذكرت فإنه ممكن الإشكالات دي مع الإشكالات في منطقة ثانية مع الإشكالات في منطقة ثالثة كلها تجمع وتنطرح كإشكالية واحدة إذا كان فيه إشكالية في الصحة أو إشكالية في التعليم أو إشكالية في نظام الحكم ذاته لأنه دي برضا من القضايا ستكون عالقة وتحتاج معالجاتها يعني أنت الليلة ما ممكن تجيب لك بعدين قبرنار حاكم لجنوب كردفان من حتى ما بفهم طبيعة المنطقة وما بفهم طبيعة الشعب وما جزء من المكون القبل الموجود هناك ما بينجح لو عملت نفس الشيء في النية لازرك برضو بتخش في نفس المطبات فدي كلها أفتكر بتكون تهيئة المناخ لمحارجة شعبنا يعني هناك بعض الغطايا ربما يكون مطروحة من هنا أو هناك أيها متشاملة هي في النهاية بتكون يعني في الطاولة وللخيارات كلها تنتظر ما يمكن أن يتمخل عنه هذا التفاوض جملة اللي حين وصول التسوية السياسية من نبل العلمانية نعم أفتكر أي مفاوض بيرفع سجف المطالب التفاوض التفاوض وأنا أفتكر أنه ما آن الأوان عشان الناس يفصلوا في المسائل الدستورية المتعلقة بالنظام الحكم يعني أنا أفتكر دوكت مبكري جدا فياريت دبيتين برضو عن طريق حوارات تشارك فيها الكافة لأن هذه مسألة لا تخص والحرية والتغيير وحدها ولا تخص الحركة التي تحمل السلاح تخص حتى الآخرين الما موجودين في قوة التغيير والما شايلين سلاح تخصها عامة الشعب السوداني عامة الشعب السوداني وأنا أفتكر أنه في نهاية الأمر المسألة بين القلاع علاج نحن كسودانيين وكل ما أنت ترفع سكف المطالب هذا ما ده جزء من العملية التفاوضية ده شيء طبيعي ويمكن هما برضو ينظر للمسألة نظرة بتاعتنه منطقة جنو كردفان دي فيها تنوع في الهديان يعني فيها كجور فيها مسيحين فيها كنايس فيها مساجد فيها مسلمين وفق النظرة دي إت لو قدرت تدعالج المسألة دي في الآخر يدعالج الأجمع كلها الشيء في الأمر أنه كل الطرفين سواء كان رئيس مجلسة الوزراء والحيل نفسه قد جعلوا في تصريحاتهم أن هذه هي فرصة ذهبية نادرة يمكن أن تكون مفتاح فعلي لمزألة التفاوض والوصول إلى السلام أيضا الطرفين ربما يكون تحدثوا أن هناك ثقة متبادلة بيناتهم أن الرجلين يجمع بيناتهم علاقات وطيضة منذ الصبع ربما يكون حتى منذ الأولية وخلافهم نأمل أن تكون كل هذه العوامل والغوارض والشائج هي مساعدة وكل الشعب السوداني الآن يحتاج حقيقة لهذا السلام وينتظره بغض النظر عن الوضع الماشي الآن وغلاء وخلافه الكل الآن يصوي ابتجاه أن لا بد أن تقف هذه البندغية ويتحول كل الإنسان السوداني إلى مزالة تنمية وإعمار وإعمار أستاذ محمد ربما يكون أيضا هناك إشارة أريد أن أصحابها عدد من الاتفاقيات أنت ذكرتها في البداية هناك اتفاقيات دولية سابقة مع فصائل مسلحة ربما يكون هي حسبت على نظام البائد إذن في إطار التسوية هذه الفصائل الآن الحركات المسلحة الموجودة يعني تنظر إليها مجموعة الحرية والتغيير بحكمة أنها هي حركات مع نظام البائد لكن ربما يكون الطرف الموجود الآن في جفة الثورية يتحدث عن أنه إذا ما توصلت المكون العسكري والحكومة الانتغالية السودانية إلى تسوية الغضايا الكلية في المناطق هذا طبيعي يمكن أن يكون هو جواب على كل أزئلة الذين حملوا السلاح هل يمكن تبقى الاتفاقيات السابقة هي بهذه الكيفية نتجاوزها متى ما تم الاتفاق بين القوى السياسية الموجودة في العرية والتغيير والمجموعة التي جفتها الثورية إنها ناقشت باستفادة اتفقت نزلت الكلام إلى أرض الواقع إلى حد كبيرا رؤية شملت كل مشاكل السودان هل يمكن أن نتجاوز هذه الاتفاقيات ولا تظل هي لابد من أستصحابها معastic هو تجاوزه صعب لأن هذه الاتفاقات إنت لو جيد هذة تعمل اتفاق جديد نعم لو جيد تعمل اتفاق جديد سترجع لنفس النقاط التي تمت في الاتفاق القديم ترتيبات العامنية هي الترتيبات العامنية استيعاب القوات التي تحمل السلاح هي نفسها التنمية المتوازنة هي نفسها التنمية المتوازنة أوكي أشطب أنت الاتفاقات القديمة ألغيها لكن لما تجي تعمل اتفاق جديد ما حتخرج أنت من الاتفاق القديم يعني اتفاق الدوحة ده مشهود من كل العالم ونتائجه ظهرت على أرض الواقع في دارفور ما بتقدر تقوم تكسر المدارس وتهدم المباني والقرى النوزيجية اللي تكونت في العهد السابق لا دحق الشعب السوداني لا تستطيع أن تلغذ أو تشعر لكن أنت بتجبه رؤية متقدمة أكتر بتستفيد من الاتفاقات السابقة لكن بتطورها للأفضل على أساس أنك تسرع في عملية الاتفاق ويمكن أنت بتكون مقبول أكتر من النظام السابق باعتبار أنك أنت مدني باعتبار أنك أنت عسكر حاز للشعب السوداني شكلك بيكون مقبول أكتر لكن ما تستطيع أنك بيجرد قلم تشطب حاجة وما تجي بها هزادة يعني هم حيجوا بها نفس حتى لو لغوا أوكي ألغي ألغي اتفاق الشرك الشاهد عليه السياسة فورجي ألغي اتفاق الدوحة الشاهد عليه كل العالم ألغي اتفاق القاهرة الشاهد عليه حسن مبارك ووقع السيد محرسوان مرغني رئيس التجمع وأشرك كل الناس اللي حس في المحرية التغيير دين معظم وهم يسمعوني معظم كانوا في البرلمان إذا كانوا الشيوعيين أو إذا كانوا البعثيين أو إذا كانوا غيرهم كانوا موجودين في البرلمان باتفاقية إنت ما بتقول لهم أنت خلاص ساعة ما هو سهم شغالين وهما تصدوا للثورة ونشكرهم على موقفنا في أنه تصدوا للثورة لكن في نهاية الألم أنت حتى لو لغيت هذه الاتفاقات ستعود وتكتبهي ذاتها لأنه هي مسألة تتعلق بالسلام والتنمية وتوازنة وتتعلق بمعالجة القضايا الهامش كلها من كافة والترتيبات الأمنية اللي هي لا تتجزأ ولا تتغير اللي كانت موجودة أنا بعيب على النظام السابق أنه ما كان في جدية في مزالة الاتفاقات التي جمت لأنه يمكن معظم قيادات النظام السابق اللي كانت بتمشي التفاول كانت بتبحث عن أنه المجموعة لدائرة شنو دائرة الموزارة كافرات كافرات دائرين وزير دائر المساعد ريجي الجمهورية دائر شنو بتاع بيفتكروا أنه بيحلوا المشكلة كده والحرورة التغيير غير كده والحرورة التغيير حسب أنا بقر إفاداته هم عايزين عالجوا جزور الأزمة نهائيا لكن بردو فوق بعض لمعالجة للمعالجة هذه أو بيرسل رسائل لديهم بعض الأسرة حتى هذه اللحظة لم يتم إطلاق صراحهم يفترض أن يتم إطلاق صراحهم حتى تبشي عملية التفاول بطريق هذه واحدة هناك أيضا مشكلة إلى حد كبير هي محل خلاف ما بين مجموعة الحرية والتغيير وحركات الكفاح المثلحة الموجودة في جمهة ثورية وهي مزلت تعيين الولاة في هذه المرحلة تحديدا بدل الولاة العسكريين الغضيتين دي لأي حد يمكن أن يعرق لن سير التفاوض ولماذا لا تنظر الحكومة الانتقالية الآن لهذه المسائل بعين الاعتبار فلتطلق صراح كل الأسرة مدام السودان أصبح فيه الآن ثورة والفرية للجميع والله نفتكر الحديث بتاع جبريل إبراهيم إطلاق الأسرة بتاعنا الحركة والعملية بتاع أم درمان المشهورة أو غيره هذا واجب نحن بمضون صوت الله جبريل لابد يتم إطلاق كافة المعتقلين العسكريين والسياسيين لأنه الوضع اختلف نعم ولما تم اعتقالهم تم اعتقالهم في ظروف مختلفة فيبقى هسا لابد إطلاق صراح كافة ونحن بنضم صوتنا ونتمنى أن الجهات المعنية في الدولة تسمعنا أنه من المصلحة إطلاق صراح هؤلاء المعتقلين الحاجة الثانية التي هي مدعلقة بالتعيين الأولى قبل وصول الاتفاق الشامل أنا أفتكر في الآخر سيصل للمعالجة ولمعادلة تحل الأدماء أنا أفتكر الدي ما ستبقى أدماء لأنه حق نفهم كلنا أنه المزلة ما سلطة وما كيكة بتتقسم المزلة صعبة ومهمة عثيرة ومهام جسيمة بتواجه هذا الوالي في الولاية المعينة وهذا الوالي أنا أشترط شرطي واحد على الوالي الذي يتم اختياره والتوافع حوله بين الجبهة الثورية وبين غوالحرية والتغيير أنه يكون مقبول في الولاية هذا شرطي أساسي أنا أفتكر وهي مزلة المقبولية ربما كانت هي مشاكل تنسى نظمة الفقر في السابق يجب أن يكون مقبول لأنه التجربة بتاعت الموتور الوطني في الولايات في كموالي طرد وقام ضد مظاهرات وفي كموالي أنت جبته في ولاية وما عنده علاقة بها وهو معين من حزب واحد وما يعرف عنها حاجة يعني مثلا إيلا كان ممتاد جدا في الشرك يهو أهله جزيرة نجح نوعا ما لكن أخفق برضو نوعا ما يعني وجد معارضة شرسة كانت في جزيرة فبالتالي التوافق التوافق ده يتم كيف طيب ما يعزني التوافق ده بيكون مقبول لدى الولاية يا جماعة تحسسوا شيوخ القبائل والنظار وتحسسوا الغوال حية في الولاية ما تمشوا ترمزوا والساكن تدخلوا في إشكالية تحسسوا عندكم مخترحات أنقلوها في ناظر لكن المزلة السيد حمد معطوصم هي متعلقة بمن شاركوا في ميثاغ الحرية والتغيير فقط وحصريا عليهم وهذه واحدة من المشكلات الكبيرة كانت تواجه ما بيبقى ما بيبقى هم يطرحون هكذا دي حتبقى إشكالية من هالسانة بقول إنه حتبقى إشكالية يعني إلا والي يفرض بحد السيف لكن الوال هو ذاته اللي أنت بتختاره من الحرية والتغيير أمشي الولاية قبل ما تودي أقنع الناس ولو أننا جايب لكم فلانا فلاني والي وده من المنطقة الفلانية من أهلكم ما من أهلكم الزلد حيامل لكم ده برنامج وبرنامج دعمناه إحنا حيامل لكم حيامل لكم حيامل لكم يعني المسألة في كل الحالات عايزة معالجة حتى لو جبت زون ما من الولاية وجبت زون غد ما يقبل في الولاية إنت تتقدم هذا الرجل وأمشي قدامه وهيئ الجو والمناخ في إنه جاي والي يا جماعة لابد أنكم تقبلوا لأنه جاي يعمل لكم واحد اثنين ثلاثة وفق برنامج حكومة حمدوك ما هو برنامج خاص بالجبهة السورية أو خاص ما دي دولة نعم الآن برنامج الولايات هي بتكون أصلاً جزء من الكل جزء من برنامج الدولة السودانية ما في جزء بيدخل الولاية يعمل الحاجة في رأسه يعني نحن على مشارف الخطام السيد محمد معطسي من كان الحديث معك له طاعم خاص ولمني في أطراف هذه القضية مرور عام الآن على الثورة ودخلنا في العام الثاني كيف تنظر يعني ما الذي يمكن أن يستفاد من أخطاء أو من بعض الهنات التي كانت في العام الأول نتفادها أو تتفادها الغواء الحاكم الفرية والتغيير حتى تذهب بالسودان واحد موحد إلى مرحلة الانتخابات أنا والله يعني بعد نهاية الفترة الانتقالية أفتكر أنه العام الذي مضى هو الحرية والتغيير والثورة بزل مجهود كبير جدا في أنه يعالج الكثير من الأزمات الواجهة وأنا ما بحكم على حكومة انتغالية بعد عام أنا جيد حكمت على الموطور الوطني بعد 30 عام هذه 30 عام فيها الخير وفيها الشر فيها الإنجازات إذا كان كباري إذا كان إذا كان إذا كان بيقولوا فيها انتهاك لحقو الإنسان وفيها اعتغالات وفيها فساد إبقى أنا حقو الحرية والتغيير حكومتهم أدى فرصة كاملة ما هي فترة انتغالية واحد من مهام الفترة الانتغالية لإعداد الانتخابات حرة ونزية واحدة من المطلوبات هل هي دي ممكن تكون في نهاية الفترة وهذا هناك الآن تفكير لا هي دي بتكون في قريب نهاية الفترة الانتغالية وين قضايا الناس ومعاش ومقتصاد والأزمة التي نعيشها هما أنها دي جو لقوا في يعني وطري موروث مزري موروث وحاجة يعني مثقلة ما جو لقوا الأرض مفروش شبه الوردة حقيقة يعني جو لقوا فيه اشكالات يعني حتى الاشكالات بتاعت الاشكالات الاقتصادية والعجز في الميزانية هده ما عجز تمه في اليومين الفاتوا دي ولا قبل شهرين يعني دي تراكمات بتاعت عجز المطورة كان بعالية بياختف من هنا من الدولة الفلانية من بتاع من ناس بتاع لكن أفتكر أنه الحاجة المهمة بالنسبة له هو الحرية التغيير وبالنسبة الحكومة الانتغالية أنه تعمل على إخصاء كل من أفسد وتبقي على كل سوداني وطني نظيف ما ارتكب أي جرائم وما ما ارتكب أي فساد الفساد أنقلوا للمحاكم على مرأة ومشهد والمحاكم تكون بالتلفزيون المواطنين السودانين كلهم يشاهدوا المحكمة بتاعت هذا الرجل الذي أفسد لكن كمان ما تظلم بعض الموظفين السغال لأنه كانوا منتمين للمطورة أو غيره في أنك تحرم من وظيفة إذا كيف أتعلق في نقطة أخيرة إلى ما تم من إيقاف لبعض الصحف الغنوات الفضائية بحكم أنه ينظر عدد من المراغبين المهتمين أن هذه ردة غوية تجاه حرية الإعلام والحريات تحديدا في السودان والصورة قامت أصلا من أجل الحرية أنا أفتكر أنه ده خطأ وده يتطلب معالجة عاجلة من الأخ والصديقة العزيز فيصل محمد صالح في أنه الصحفيين التم تشريد ديل لابد أنه يجد لهم معالجة أنت غناة الشروب قلت تصادرة يا أخي أنت ما تشيل غناة الشروب بمحرريننا وغير كمان في المحررين بتاعنا لكن خلا تخدم هذا وتبقى تابعة للحكومة ده حكومة حمدوك ما تابعة لحكومة البشير تبقى تابعة لحكومة حمدوك تمشي في الاتجاه الوطني نحن نتكلم عن حرية وعدالة نتكلم عن إطلاق الحريات العامة فالمنح هذا بضرب بعض الصحفيين شبك الجزير صالح محمد موطس سمقت أخيرة لو سمحت لي يعني أنا كنت دارك تزاني تقول لي عندك أي حاجة أخيرة دار تقول ضيقني الزمن أنا دار حيي ذكرى الشهيد الشريف حسين يسوالينلي التي مرت ذكرى هو يوم 9 يناير أول مبارح وهو الرجل الذي علمنا السياسة وهو الرجل الذي قاتل نظام شمولي الشرس وهو الذي صلوا عليه في ثلاثة قارات توفى في اليونان وعاد السودان لمير يستقبلوا بالدبابات هو المعلم الملهم الذي ما زلنا نتمسك بتعاليم ونحن جيل عريض من الذين عاصروا في ليبيا وعاصروا في بريطانيا عليه رحمة الله طيب الله فراء وجعلنا وإياكم من الذين يتمسكون بكل قيم فضيلة حتى يحقق السودان الاستغرار والتنمية والسلامة أنا شكر لك كثير أستاذ محمد معطصم حاكم الغياد بحزب الاتحاد المولاتي الأصل وكما أيضا مع زيلتي للأستاذ أحمد مختار الغياد بالحرية والتغيير لعدم التمكن من التواصل معه إلى أن تغييكم في حلقة قادمة من ساعة خاصة جدا مشاهدي الكرام هذه تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا أستاذ الله 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 ترجمة نانسي قنقر شكرا